توفي المحامي حسن الغذباني بعد سراع مع مرض الكورونا فيروس كورونا اللي أصابه مؤخرا وتعكرت حالته الصحية بعد ما أقام في مستشفى أو في مساحة خاصة ثم أطلب من الأصدقاء أنهم يتصلوا برئيس الحكومة باش هو يدخلوا ويتم فعلا نقله إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة وين يتلقى العلاج غاديكا وتم إدخاله إلى غرفة الإنعاش في المستشفى العسكري لكن وفته المنية هذا كحال الدنيا ربي يرحمه ونعمه يقضي لكل أحديث يقضي لكل إكلام وتم ترويج لفيديو سابق في آخر ظهور تلفزي ليه بالتحديد نهار 22 نوفمبر 2020 في برنامج وحش الشاشة لسامير الويفي السيكونس فيديو بارتجاه سامير الويفي يحكي فيها حسن الغذباني على وسيته أو يحكي على راجد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي قال اللي هو عنده برشا مشاكل مع راجد الغنوشي لكن أحفظ الملف وأودعه عند الله سبحانه وتعالى وما هوش بش يحكي في الموضوع هذا يقبل فسأله سامير الويفي قاله تظلمت من راجد الغنوشي ظلمك فقاله يعني أمام الله نتخاصمه نهار آخر ونحاسبه نهار آخر على الشيء اللي عمله والحقيقة قال لحسيب بيني وبين الغنوشي عند ربي كلمة قوي ياسر ما حبش يحكي على التفاصيل لكن فما برشا أسرار وفما برشا يعني حاجة صارت بين بين الرجلين الغنوشي وحسن الغذباني وفي حركة النهضة زيدة بسيفة عامة وحتى على اللي ساير في البلاد أحسن الغذباني ما حبش يعطي أكثر تفاصيل فقط قال إنه أمام الله يتخاصم المتخاصمون نهار آخر شنو رايكم في اللي قاله أحسن الغذباني الله يرحمه ونعمه ما تنسيوش طعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش يصلكم الفيديو القادم